بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنستعرض اليوم الدرس الأول من جهاز الدوران وهو يتحدث عن تركيب جهاز الدوران ووظيفته يتوقع منك في نهاية الدرس أن تحقق الأهداف التالية أولاً أن توضحي المقصود بجهاز الدوران ثانياً أن تعددي أجزاء جهاز الدوران ثالثاً أن تشرحي وظيفة جهاز الدوران بعد مشاهدتك لمقطع الفيديو التالي عليك أن توضحي المقصود بجهاز الدوران وأن تعددي أجزاء جهاز الدوران نعرف الآن أن المعدة ليست محطة الطعام الأخيرة بغض النظر عما إذا كان شطيرة أو تفاحة أو قطعة حلوى أعدتها الجدة وأن الرئتين ليست المحطة الأخيرة للهواء الذي نتنفسه إذ يجب إيصال الأكسوجين إلى خلايانا صحيح فالخلايا تحتاج إلى عناصر غذائية وأكسوجين وهذه وظيفة جهاز الدوران يتألف جهاز الدوران من ثلاثة أجزاء رئيسية هي الدم الذي ينقل العناصر الغذائية والأكسوجين والقلب وهي عضلة مدهشة تضخ الدم والأوعية الدموية وهي جميع الأنابيب التي يتدفق الدم عبرها إلى جميع أجزاء الجسم تستطيعين الشعور بنبضات قلبك وهو يضخ الدم عبر الأوعية الدموية ولكن لو لا الجهاز الهيكلي لم احتوى الجهاز الدوراني على نقطة دم واحدة لأن الدم ينتج في العظام وهذا مثال آخر على تكامل وظائف الأجهزة إضافة إلى نقل الأكسوجين والعناصر الغذائية ينقل الجهاز الدوراني عناصر مكافحة الجراثين إلى الأماكن التي تحتاجها ويساعد في المحافظة على دفء الجسم لو مدت جميع الأوعية الدموية الموجودة في جسمك على استقامة واحدة لشكلت خطا يمكن أن يلتف حول الأرض أكثر من مرتين ذلك لأن العديد من الأوعية الدموية الدقيقة جدا ويجب أن تصل إلى جميع خلايا الجسم بعض الأوعية الدموية الدقيقة جدا فيتعين على الخلايا الإصطفاف الواحدة والأخرى لتتناسب معها بعد مشاهدتك لمقطع الفيديو السابق وضح المقصود بجهاز الدوران جهاز الدوران هو الجهاز الذي يقوم بعملية دورة للدم حيث يقوم بضخ الدم من القلب إلى جميع خلايا الجسم وإعادته من جميع خلايا الجسم إلى القلب بعد مشاهدتك للصورة المجاورة عليك الإجابة عن السؤال التالي ما هو تركيب جهاز الدوران؟ هيا نعدد أجزاء جهاز الدوران القلب الأوعية الدموية الدم والسؤال الآن أكمل الفراغ ما هي أجزاء جهاز الدوران؟ يتكون جهاز الدوران من ثلاثة أجزاء رئيسة هي القلب الأوعية الدموية والدم بعد مشاهدتك لمقطع الفيديو التالي عليك أن تشرحي وظيفة جهاز الدوران المترجمات 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 لحلسة للثورة المصباح بيوميات البلد اللقاء في الجوش تلوentesيم موينة لا أكلم ما لا أتهم من الأشب الأشب المصباح الديوانات البلدت المصباح التي تلوصيب عرض جيدا البيا المصباح لكي تلوتيتي المصباح هو الأول هو ممزل المقلقي في الجنة إنه مزل المصباح صحيح في أحضر رئيسي أتتحرك المصاب seine أشبه من الأشب أتتحرك المصاب والأشبه two on the right, and two on the left. The right side of the heart pumps deoxygenated blood into the lungs so that carbon dioxide can be dropped off and oxygen can be picked up. The left side of the heart pumps the oxygenated blood all the way to the rest of the body. That's why the left side of the heart is bigger than the right. It has to work harder. Are there any other parts of the circulatory system? I'm glad you asked. The arteries and veins are tube-like vessels. Arteries take blood from the heart, and veins bring blood back to the heart. And each time the blood circulates from the heart out to the body, about 20% of it goes through the kidneys. The kidneys filter out some of the waste before the blood heads back to the heart. The kidneys are actually part of the urinary system. Isn't blood part of the cir-circu-... Circulatory system? The circulatory system is an organ system that moves nutrients, gases, and wastes to and from cells. The circulatory system is also called the cardiovascular system. It includes the heart, the blood, and blood vessels. Blood is the fluid that circulates around the body, bringing to your cells the nutrients and gases your body needs. Blood also gets rid of the waste your cells produce. Wow, blood is pretty important. But wait, there's more. Some cells in the blood help fight diseases. And the circulating blood also helps maintain your body temperature. The heart is the main engine of the circulatory system. It's a large muscle made of four different chambers. Two on the right and two on the left. The right side of the heart pumps deoxygenated blood into the lungs, so that carbon dioxide can be dropped off and oxygen can be picked up. The left side of the heart pumps the oxygenated blood all the way to the rest of the body. That's why the left side of the heart is bigger than the right. It has to work harder. Are there any other parts of the circulatory system? I'm glad you asked. The arteries and veins are tube-like vessels. Arteries take blood from the heart, and veins bring blood back to the heart. And each time the blood circulates from the heart out to the body, about 20% of it goes through the kidneys. The kidneys filter out some of the waste before the blood heads back to the heart. The kidneys are actually part of the urinary system. هيا نعدد وظائف جهاز الدوران. أولاً، يقوم جهاز الدوران بنقل وتوزيع الغذاء والأكسجين ومواد أخرى لجميع خلايا الجسم. ثانياً، يقوم جهاز الدوران بتخليص خلايا الجسم من ثناء أكسيد الكربون وفضلات العمليات الحيوية المتعددة. ثالثاً، يربط جهاز الدوران جميع أجزاء الجسم بعضها مع بعض لتقوم بعملها بشكل يتلاءم مع متطلباته في كافة الظروف. رابعاً، يساعد جهاز الدوران على المحافظة على حرارة الجسم. هيا نعدد مرة أخرى وظائف جهاز الدوران مع النظر إلى كل وظيفة والصورة المجاورة لها. أولاً، يقوم جهاز الدوران بنقل وتوزيع الغذاء والأكسجين ومواد أخرى لجميع خلايا الجسم. ثانياً، يحافظ جهاز الدوران على حرارة الجسم. ثالثاً، يقوم جهاز الدوران بتخليص الجسم من الفضلات وثاني أكسيد الكربون الناتجين من الخلايا. رابعاً، يربط جهاز الدوران بجميع أجزاء الجسم. بعد مشاهدتك لصورة الشريحة التالية، عليك أن تعددي لوحدك وظيفة جهاز الدوران. حكمة الدرس، العمل التعاوني والمحبة يوصلك لبر الأمان. اشتركوا في القناة